بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الرحمن الرحمن الرحيم سيدنا محمد وعلى قدرة صحيح وسلم اجمعين معكم ومخبم عزون مرسل أحمد نعمل شرحات الخارسانة والترد أتمنى لكم تضرونا على اليوتيوب لأنك اجتب في محرك البحث في اليوتيوب أو في محرك البحث في جوجل تكتب عبد سلمة لعمل شرحات الخارسانة والترد وإن شاء الله هتنزل لك كل حاجة احنا عملناها هو ارضو من حضراتكم بعضين. اه ونتمنى ان احضرنا من دولة ان شاء الله احيانا برضوكم. واه اشكركم لمتبعدنا ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة ان شاء الله هنتكلم على اختبار من اختبارات التربة. احنا كنا اه مفاضرة جدا قدرنا نعمل جزء منه. احنا هو المعدل من خلال الموصلة الامريكية اللي هي دي سبع برس. النهاردة ان شاء الله هنتكلم على جزء مهمة ان احنا هنطلع ازاي الحسابات من خلال ابقام اللي احنا خلالها جمز منها. احنا هشوف الحسابات ان شاء الله كاما مع بعض. اه هنعمل دلوقتي نشوف مع بعض الحسابات بتاعت البروكتور ده هجيبها ازاي. احنا قبل كده بحالة قبل كده عملنا البروكتور اللي هو القياسي او يقول عليه البروكتور الاستندر وحسبناه وجبنا حسابات وانتها بتحسي لما يخش في السنكون عشان احكم معالها طبقات اللي. المرادة ان شاء الله بقى هنحسب البروكتور المعدة اللي احنا عملناه مع بعض روات المعذرين وعملنا عام مقدمه والابعاده والهمر وزنه قديه والتفاعه قديه والديامه قديه وكان طبقه وكان خمس طبقات في ستة وخمسين دمكو احنا جبنا البيلاد من دمائنا. هما بيعملوا الاختبار. ودلوقتي نحاول نحسب نشوف هنطلع الجامعة بتاعي التقدي او بالنسبة للعينة اللي احنا عملناها. فيه سوابة الراجع بتاعنا قبل ما اشتغل بها وهي السوابة اللي هي وزن المرض فارغ. دي دي سوابة دي موجودة عندنا احنا دخلاش فيها. وزن المرض فارغ كان اه خمسة كيلو اه تمانية كيلو تلتمية خمسة وخمسين جرام. الحاجة التانية اللي بنات دخل فيها وهي حجم الالب. حجم الالب اللي هو عمل فيه دم وهو كان الفين مية اردو. اربعة وعشرين صنطي. الحاجة التعوضية في السوابة اللي احنا دخلنا بها البروط وهي معلومة عندنا. احنا الراجع زي ما اننا طلع حاجات تانية. طلع ايه? لما عمل الالب وحط كمية المية اه في الالب ودمك خمس طبقات في ست وخمسين دم في كل طبقة. بعد ما خلص المحوالات دي كلها وزن الالب بالعينة التربة اللي فيه. اول حاجة عام هنا اهي اول حاجة بالنسبة للجاد والنلثمه. وزن المرد زي العينة. باول حاجة. تاني حاجة عنده اللي هي وزن المرد فارغ. اه وزن المرد فارغ. وده معلوم عندنا تمانية خمسة وخمسين. الحاجة التالتة اللي عنده اللي هو اه وزن التربة. وزن التربة. وده وزن التربة هتيجي ازده? هتيجي نتيجة ان احنا هقول اه وزن المرد زي العينة ناقص وزن المرد فارغين هيتيني الوزن ما احنا هجيب جميع. الحاجة التالتة لما اجي عمل العينة ههوي حجم القالب. واحنا قلنا حجم القالب عندنا او حجم المرد عندنا معلوم اللي هو الفين مية اربعة وعشرين. طيب البعد كده هيجيب الحاجة هيجيب الكسافة الراطبة. الكسافة الراطبة للعينة اللي هو ده مدهن. بعد كده هنجيب الكسافة الجافة وهي اللي بتهمنا. ديت اللي يجي اي واحد هيعمل آآ لازم هيعمل الجدول دوات كده اوات ويسجل فيه البيانات اللي احنا طلع دلوقتي مع بعض اهي 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 على قد ما نظر اهي كده اهي كده اهي كده اخر خانة انا هزودها وهي المنشرة اللي هو عامل بعض الرجل بداية وكل حاجة اخذ من كل قلب او كل عينة اخذ لها جزء من نص للعينة وعمل المنشرة كونتنت اذا ما اخذت من المنشرة كونتنت اقول انا محتوى ليه بالفورمة اللي اي واحد بتاع ما اعمل هيشتغل هيشتغل آآ عليها. هو عمل اول محاولة. احنا عملناها مع بعض. انا خذت من البيانات كانت اول محاولة والد الاقل بالعينة كان عامل اتناشر بيتين آآ ستة واربعين دي اول محاولة الراجل عملها. عملها. انا بقى عشان اجيب وزن الطور بهاطرة هدى قولت والد المنشرة مقص والد المنشرة. انا طرختهم مع بعض وليتك سوى معانا. كانت عاملة تلاتة كيلو تنمية واحد وتسعين جرابة. دي اللي هي وزن الطربة. عشان اجيب الحجم بتاع العينة دي هتقسم وزن الطربة على حجم الالب. يعني اول تلاتة تنمية واحد وتسعين على وزن على حجم الالب اللي هو الفين بيه عربة وعشرين. هليه اعمل لي واحد بوين تمانية تلاتة اتنين. ودي بتبسيلي الكسافة الراطبة. كانت بتبسيلي تبسيلي الكسافة الراطبة للعينة. طبعا عنها الكسافة الجافة. طبعا انا عملنا كده اولا بتحسب ازاي. هلو كنت احسبوه مع بعض تاني تبقاعد الفيديو او بيعمل كده ازاي. كان اول محاول هو عاملها الراجل حسب للمنشرة بتاعها كان عامل اثنين والتلاتة في المية. لو اينا طبعا اسمنا الكسافة الراطبة دي ما اتعلينا قبل كده ممكن نرجع للفيديو. على كمية الرطوبة دي لانها عاملة كسافة عاملة واحد بوين سبعة تسعة واحد. ايه اول محاولة الجامع برايب النجمة الاول محاولة عند رطوبة اثنين والتلاتة في المية. لا بس اننا ما اجل له اجل محاولات مرة اثنين والتلاتة واربعة وخمسة وستة هو هو لغاية ما يوصل لأعلى كسافة هلتحق مع كمية المياه المناسبة لها. طبعا انا مش هحسب خمس محاولات لو قد تحسب خمس محاولات مع بعضها لو قد لنا ساعتين ما قد نحسب وكلام ده. انا هدجوا اهفت بالارقام اللي باجي بتطبعها وقتموكم تحسبوها واتطبعوها زي ما قولنا الطريق دي. المحاولة التالية اللي هو عملها كانت وزد الطلبة فيها اثناشر ست موية تمانية او عشرين. ما قلت هسيوا انتم المحاولة التالتتا كانت وزد الطريقة تلات عشر مدين خمسة وخمسين. المحاولة الرابعة كانت وزد الطرفة كانت اتناشر اثنانية تلاتة وتسعين. المحاولة ال الخمسة كانت عاملة اعتمصة اتناشر اثنسمية تسعة وتسعين. واحنا قلنا اي واحد يعمل بروقته سواء مفاجئ او سواء بروقت المعدد؟ العدل المحاولات ما يقلش عن خمسة. ما يقلش عن خمس محاولاته هو راجل دي منها عامل خمس محاولات. لان خطت منشأ المقرد منه كانت اول محاولة عاملة اثنين وتلاتة في المية. المحاولة التالية منشأ المقرد عاملة اربعة واربعة والتلتة ستة وستة والرابعة عاملة تمانية والخمسة والستة عاملة عشرة وسبعة. لما عالي حسبنا الكسيفات بتاعت الراجل الكسافة الجافة. هنتوا تحسيوها برضو. وطرأت ده على الحجم حديد الاقومة المضلحة دي. كانت عاملة واحد بوينت تسعة اثنين سبعة. اثنين بوينت واحد ستة اربعة. المحاولة الرابعة عاملة واحد بوينت تسعة ستة تسعة. المحاولة الخمسة واحد بوينت موينة وخمسة. لو احنا حدنا بقى من الحسابات دي اللي تهمين دي ديها. وده اللي كانت دولا. هلاقينا اقصى كسافة واصلطناها عن المحاولة التالية. اللي هي محققة? حد الكاميرا عليها اللي هي محققة? كسافة جافة او القصوى بتاعتها عاملة اثنين بوينت مية عربعة وستين عند قطوبة او عند محتوى وهي ستة او ستة. اي حد من اللي يفرج عند الوقت ينتبه معنا هحس الارقام دي. على وقت يقال بتاح يبديه الارقام دي. فما فاش اقل المشكلة بس ما كانت تكون. طيب. انا هده واقع الحاجات دي على الكيف. بس اه يعني ارسمها على الكيف ازاي? يا رب تقرأ معا يا استعمال? لو انا هعمل خطين خط وفقين. وده هيمثل محتوى المال. وهعمل خط رأسي هيمثل آآ الكسافة. كسافة الجافة. المحتوى القطوبة عندي هو اتنين تلاتة اربعة واحدة بغاية عشرة. هاجه لهم واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة. الكسافات بدأ اقل كسافة عندي واحد بوينت سبعة تسعة واعلى كسافة عندي اتنين بئة ارمائة وستين. لو انا عملتها لما انا متطفيفة كده كده هده من واحد خمسة وسبعين. مثلا واحد تسعين واحد تسعين واحد تسعين. وهنا اثنين. وهنا اثنين وخمسة وهنا اثنين وانترون عشرة. اوقع بقى الله بي. يا ليد اقرب العرادية اللي ههمم جدا. اول محاولة عندي كانت عندي اثنين وثلاثة موية. ادي اثنين وخمسة كله اثنين وثلاثة. اطلع الكابل الرحب. عندي كسافة واحد بوينتسعة وسبعين هي. يبقى دي اول نقطة. اول محاولة من خمس ومحاولات رجع بك. تاني واحدة عند اربعة واربعة. هجي اربعة واربعة. عاملة كسافة واحد بوينت تسعة اتنين. تسعة اتنين يعني اتبقى هنا كده. اهي. بالتعليم طبعا متعالات البيان هده القطر. تاني محاولة عند ستة وستة. كانت عاملة اتنين مية اربعة وستين. اتنين بوينت واحد. هنا كده. اتنين بوينت خمستاشر. اتكبردو. وانا اتنين بوينت عشرين. اربعة خمسة وستين احنا رجل تقريبا نحن تستمع ده. اه. اللي هنجد تقريبا. اه? صح كده اربع من ايه? معا? خمس وستين بقى. لسه كمان فوق اتنين وعشرين. واحد اتنين بوينت واحد ستة. ما هي? فوق منكم. اهي فوق منها. دي خمستاشر دي. ما دي واحد خمسة. طيب. ما فوق منها. اربعة وستين. بقى ليه اتنين. ليه خمستاشر. يعني كبير سبعتاشر ونطف ونص. مطف قررت خمسة رئيس. اربعة وستين مش مش خمستاشر. اتنين بوينت مية عربعة وستين. يابت بعمل ما هي كلمان شخصية؟ اه. شهد ستة ستة؟ ستة ستة فوق منها. تمام؟ تمام. مليلي حمستاشر احنا. يعني اتنين بوينت ستة عشو لاتنين بوينت مية عبعة شتين. بس رقم تاني ده ساك مني. ماشي ستتاشر اه? اه ستتاشر سبعتاشر تمنتاشر تسععتاشر ده شديد. خلاص كده تمام. لو عال ستتاشر بقى الاولى زي ما هي تمام. بقى ماشي ناس بيان هنا اشرفش على خط. تمام. 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 كده? تمام. في النهيلة كده? في شدنا مشكلة. ماشي اعمل? تمام. آآ اللقطة التالتة انا حقق زي ما قلنا عند ستة آآ مية وستة عشر عامل كثافة جافة اتنين مية اربعة وستين اهي تقريبا هي. اهي كده. المحاولة الرابع معاه عامل تمامية ومصد مية اهي. عامل كثافة آآ جافة واحد بوينت اا سبعة واتونين. اقول واحد بوينت سبعة واتسعين. كده مسلا? كده مسلا? مشتظر تقريبا كده? كمان. الرابع او الاخر خمس اسف عامل عشرة بو سبعة. ومسلا كده احد اشرة يبعشة سبعة من هنا كده. عمنا كسافة واحد واحد وتمانين هاي. يمشي كده قريبا. ونلاقي النقطة واعا في جدا. لما يجسم الكرفة بتاعمل الواجب بقى? هيمشي ازاي? هيمشي هنا عند النقطة دي كده هوا. ويعمل لها لفها كده. من الحاجة اسمها طويلة. ما يمتلش كده. لأ يمتل كده. يلفها كده. يعني نقطة هاي? ويلف عليها. كيف مستعمل? هيجي اجاور فنادي العالم. اهو كده. كده. طبعنا بنفس مجلوم مصطرة فلا لسم تقليل او لسم يعني ايه? اه لو في لسم اياني طبعا الراسم هيكون افضل واوضح واوقع من كده. طبعا ادي كده يعتبر بتاعنا اللي هو الموضفاية. عايز جيب اقصى كسابة طبعا ان هيجي هنا عامل الستة وستة وهيعمل خط. كده. ويجي هنا اصاد منها ويروح عامل خط. يبقى دي بتنسب الجامعة بتاعتها اللي هي قلنا عليها اتنين بويت مية اربعة وستين. والمنشأة بتاعتها او محتوى الرطوع بتاعتها بيعمل اه ستة بويت ستة في المية. ورح كاتب من اول كده الاو ام سي بيساوي ستة بويت ستة والماكسيموم اه اللي هو بيساوي واتنين بويت مية اربعة وستين. ودي الداتا اللي هو يشتغل عليها. دي كده اه فكرة عن طريق حسابات المعددة وحنا قد كده حسابنا اللي هو القياسي. ولو كانش اي حاجة نقصة اه من دينا اصبع انه ممكن نرجع للمواصفة الابغيتية اللي هي الف وقمسمية سبعة وخمسين بيت دي. نرجع عليها تاني. ولو في اي حاجة نقصة. وانا اسف ان احنا اطورنا في الاختبار. لكن احنا كان راسط عننا. وده كان شيء مهم لعشانكم كل زباني اعفوه. اه اه اتمنى ان اعطوكم الفقر. واسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واه اشكركم اه لحسن متابعتكم. وكان معكم اخوكم عبد الناصر احمد الباري لعمل اه شروعات مع صماني قربة. اه اتمنى ان اكون اوفق. اه ارجو معكم التعليق. ما تنسوش متابعتنا على اليوديو وعلى ورحاتنا في الفيس بوك. واه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.